كشف باحثون من ايطاليا عن خطتهم لاختبار لقاح لفيروس كورونا المستجد على البشر مؤكدين انه الاول في العالم الذي يعمل على تحييد الفيروس وتعمل شركة تاكيس بيوتيك التي تتخذ من العاصمة الايطالية روما مقرا لها على تطوير اللقاح الايطالي وخلال تطوير اللقاح قام العلماء باعطائه لفئران التجارب بالمختبر ثم استخلصوا منها الاسام المضادة التي طورتها لمحاربة الفيروس واظهرت النتائج الاولية لتجارب اللقاح ان الاسام المضادة التي كونتها الاجهزة المناعية لدى فئران التجارب كانت قادرة على منع الخلايا البشرية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا ويخطط فريق العمل لبدء التجارب المتقدمة على اللقاح بحلول الخريف القادم ترجمة نانسي قنقر